انفصان في الشخصية النمسوية والنمسا رغم اعتراضها على الحرب الروسية الاوكرانية ومحاولات وزيرة الطاقة جيفيسلر انها تحد من استخدام مواد الطاقة الروسية النمسا استمرت بشراء الغاز الروسي بشكل حصري في فبراير بنسبة 87% يعني هذا الكلام السازي الكريم واضح وجلي ان النمسا واوروبا لا ولن تستطيع الاستغناء عن روسيا وعن غازها هذا واقع هو جواهم اكيد ندمنين نحن نراقب يعني الجميع تغنى بعداء روسيا صح؟ لكن اليوم النمسا تشتري 87% من غازها ايه هي روسيا جاعت؟ يعني ايه اللي حصل لروسيا؟ هذا دليل يا سيد الكريم دائما عبر التاريخ العقوبات الاقتصادية لا تؤثر على الدول العراق عقبت اقتصاديا سنين وسنين لكن عندما ارادوا اسقاطها ارسلوا جيوشهم اليها ايران التي نسمع ليل نهار طبعا هي ليست عقوبات اقتصادية ايران اكبر يعني مدعومة بالمطلق من خلال امريكا واسرائيل هذا الشيء واضح يعني فبالتالي هذه العقوبات التي فرضت على روسيا بصراحة يعني عقوبات لن تسقط دولة بحجم روسيا بغض النظر اتفقنا ام اختلفنا معها فبالتالي هذا لذرء الرماد في العيون ولإضعاف المواطن الاوروبي ليس اكثر من ذلك الحكومات هل سمعت عن حكومة سقطت نتيجة الغلاء الذي حصل في اوروبا في السنتين الاخيرتين من وقت بداية الحرب الروسية الاوكرانية لم نسمع لأي حكومة سقطت فبالتالي المتضرر والمواطن والمستفيد لا هو حصل تغيير بس عشان مقاطعة لك لا حصل تغيير يعني صعود اليمين في بعض الدول كان واضح جدا لا صعود اليمين نعم طبعا انتخابات دورية انتخابات دورية بس موادات تغيير للحكومات انتخابات دورية كان فيه اتجاه الدولة لها اتجاه وحنا دلوقتي على شافة حفرة منه في النمسا ممكن ولكن بجميع الحالات بجميع الحالات يوجد استقرار سياسي في كافة الدول بغض النظر يعني من نهاية هاي دول ديمقراطية بطلع اليمين بنزل اليسار بجميع اليسار الوسط بس بترجع للأسباب برضو برجع اكيد لأسباب مئة بالمئة ولكن هذا لا يعني انها سقطت حكومات نتيجة الفقر نتيجة وجود مجاعات لم يحصل مجاعات كل دول الأوروبية سارعت بطعويضات ومساعدات احنا شفنا مساعدات يعني عديدة وزيادة عجور عالية صحيح لا تكفي لا تكفي او لا تتساوى عفوا مع معدل زيادة الأسعار ولكن يوجد مساعدات لا يستطيع احد ان ينكر هذا طيب يعني على على أثر المساعدات لا الا بعد تطوير امكانات الطاقة الخضراء طاقة الرياح طاقة الشمس او الطاقة النووية النظيفة والتي هي فعليا المستقبل بشكل او باخر او الطاقات او الطاقات المتجددة والتي تقوم بتوليد الطاقة من تلقاء نفسها علوم كبيرة بس لا يمكن الاستثناء عن الطاقة العادية في اي دولة سيكون هناك استثناء استاذي الكريم ولكن ما مرور الوقت يعني في فترة يعني ليس قبل مثلا الفين وخمسين